تمام؟ طيب على كل حال المحاضرة انا شرحتها لحد ستيب 2 وطلبت منكم المفروض انه ستيب 3 تكون لكم هومورك فهذا ستطر احل ستيب 3 بس للمراجعة هي الاسلايدات يعني موجودة عندكم عشان نعمل مراجعة للمحاضرة احنا قاعدين بنحكي عن منظور حل اي كيس في الدنيا في عنا ستيب في عنا ستيب 1 تمام؟ الآن احنا المفروض انه خلصنا ستيب 1 و ستيب 2 فاللي بدي اطلب منكم بدي اياكم تقرأوا المحاضرة لحد ستيب 1 و ستيب 2 تشوفوا الفيديو انا نزلتوا بلينك ثاني برضو على المودل بعرفش ايش المشكلة هكولي الاحوال هاي المشاكل رح تنحل على الماكروسوف تيم لانه رح عملكم ستريمينغ رح يكون الوضع اسهل ان شاء الله لكم ما رح تواجه اي مشاكل الآن بدي اقوله اذا في حده يا جماعة عنده سؤال دائما وابدا قبل ما نخلص هاي المحاضرة اللي محاضرة رقم ثلاث لازم تسألوني اي سؤال بتكويا لو بعمل المحاضرة القادمة مراجعة فقط له هاي المحاضرة لان هاي المحاضرة كثير مهمة تمام الان رح اطر ابلش بالسب 3 في حدا مش رح يقدر يتبع معي لو بلش بالسب 3 بدي فيد باك يا جماعة يقول لي انا دكتور بقدرش اتبع معك في حدا شو نحكي نكمل لو نعمل مراجعة على نعرف بس عن ايش بنحكي ببضبط طيب ماشي هسا بعملكم مراجعة طيب نرجع على نرجع على كامل احنا كان دائما تمام ففي عنا هذا يخولني اني ما اعمل اي بعد اعطاء الفارمستيكال كير الصوتي واضح للجميع يا جماعة يعني الصوت عالي هذا بهمني للتسجيل عشان المحاضر رح تزجل اجملاء كل ما 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 قرأوا ما ما كانوا موجودين معنا اليوم واضح الصوت دكتور الصوت واضح بس في مجال تعملها فول سكرين بالشاشة هي انا عندي فول سكرين اه انتي قصدك الباور بوينت لاحظة لاحظة ياكي يعني قصدك صح هيك هناء تمام لا ما صارت فول سكرين عنا الباور بوينت ايش صار طيب انا عملتها فول سكرين عادي ضلت زي ما هي بس مو مشكلة فينا نكمل هيك هلا دقيقة بدك تصبري في صارت عند حدا ثاني بمرات في بعض الناس حسب النتبة طول ما صارت لا دكتور عندي ما صارت كمان طيب هيكي كويس هيكي كويس كبرنا الكويها احسن هيك اه بيقدر يعمل زوم اصلا هلا بقدر عمل زوم خليني اشوف لا لا همي همي على الموبايلات بيقدر يعمل زوم عادي طيب هيك تمام اه تمام دكتور طيب كويس فعملية الستيبايز ابروش هاي زي ما حكيت بتخولني تبروفايد فارمستيكال كير احنا منتمنى ان تكون زيرو او فري فرم بيديكيشن ايرو تمام الان في ستيب وان يجب ان تحسس الالباشنط الان يجب ان تحسس الالباشنط الان يجب ان تحسس الالباشنط الالباشنط احنا كفارمست تصدر الي اكسبرت بالتراج تمام فاحنا علاقتنا داعم ابدا بايش بتكون بايشي لاعلاقة في الادوية تمام الان بعد ما نعمل الاسسسمنط حكينا داعم في خطوه هيدن بين كل خطوه وخطوه اللي هي Depois de começar la próxima step. lay next step is to develop care plan, شفت إنه المريض عنده هاي المشاكل الفلانية سواء كانت حاصلة عنده او لا. Potential or actually drug therapy problem. بعدين you develop a care plan accordingly. تمام؟ أثناء عملية care plan أي جماعة اللي عنده تلفونات هين تابع المساجات لأن هيتطلع في التسجيل عشان ما تزعجوا زملائكم. تمام؟ اللي بيجي مسجات التليفون حاولي يعملو طيب النقطة الثانية عملية الديفلوبمنت للكير بلان هيبتعتمد على يور اسسمنت او صبوستو بي رايت المنطق بيحكي انها تكون صح الآن ستيب ثري قبل ما تبلش فيها نعمل للكير بلان لازم يوهاف تريفو يور كير بلان تمام تريفو يور كير بلان الآن بعد ما تعمل ريفيو للكير بلان ذات يو ديفلوب يو تريد ان تعمل ذلك كير بلان يعني انت قاعد بدك تعطي الأدوية للمريض يعني هون بدو تصير فيه ريتش للميديسن تو تبايشن تمام فهون يو هفتو بي كيرفول هايلي كيرفول انه ما تعمل اي ميديكيشن ريليتيد ارور تمام الآن نفرض النوع منها للكير بلان طبعا في معظم حالات المرضى بدك تعمل مونيترينج ريفيو للكير بلان مثلا اي جانا مريض ما عنده هايبرتين شنو دايبيتس ومشيناها على أدوية ويطلب منه بيطلب منه الطبيب يراجع كل فترة يعني كل شهر شهرين ثلاث حسب الحاجة وحسب الكيس أثناء المراجعة الطبيب ممكن يكون بس اطفل مايكة غلبك اللي عندك مش مشكلة بس اطفل مايكة عشان ما يطلع صوت اوكي خلص انا عملت ميوت اول للكل تمام نرجى للمحاضرة الآن النقطة النقطة اللي منحكي فيها انه بعد ما نعمل للكير بلان زي ما حكيت مثلا مريض عندنا مريض كرونيك لونك تيرم هايبرتينشن دايبيتس بده يستخدم أدوية براجع للطبيب ومن خلال الطبيب او ممكن راجع الصيدلانة بشكل مباشر اثناء هاي العملية هون بهاي الحال انت يوار ريديوينج يوور كير بلان اللي انت عطيتها للمريض تمام في بعض مرات المرضى بيحتاج منوترينج بيستخدمه أدوية بتحتاج انه نعمل لها منوترينج تمام الان ليش بدي احكي هاي العملية عبارة عن سايكل ليش احنا بنطلب المريض رجاء لنا عشان نتأكد انه الكير بلان اللي احنا عطيناها صحيحة مية بالمية وخالية من اي ميديكيشن ريليتي ديرور لازم تكون ايفيدنس بيست براكتس ايش معنى هذا الكلام اعطيكم مثال بسيط على ايش انتو الان بتعيشو نذكرين يوم حكينا محاضرة الكوفيد ناينتين تمام حكينا انه في ادوية كتير موجودة بس ما بنقدر نستخدمها الان مثلا شفتوا في خبر في الاردن بيستخدموا الهايدروكسي كلوركوين وفي بعض المستشفيات راح تصعطي الازيترو ما يسي مع الهايدروكسي كلوركوين هذا بناء على ايش هذا بناء على ايش احنا نسميه في العلم منظمة الصحة العالمية رفضت استخدام الدوائلة لقبل يوم لانه صار في عندها ايفيدنس بتقدر تعتمد عليه وتعممه لجميع دول العالم اللي هو هذا مقارنة مع الاشياء الموجودة عندنا تمام الان اذا بيطلع ايفيدنس اعلى منه او سيستخدم الايفيدنس الاعلى بس الان المريض بدي يجي عندي ما عنديش علاج اعطيه لكن في عندي ايفيدنس على علاج معين فانا الان لازم اعطيه تمام فهي السايكل العملية كلها عبارة عن احنا بنسميه يعني لشان اوضحلكوا هاي المعلومات لانه حسيت في بعض الطلاب مش قادرين يعني او من خلال اسئلتهم مش قادرين يعني يفهموا ايش الكونسبت التاع المادة هاي او مستصعبينها يعني بيحكوا لي دكتور ايش الهدف من هاي المادة الهدف من هاي المادة انه انت when you provide a pharmaceutical care you are the expert of medicine you have to provide high level you have to provide pharmaceutical care with high evidence based practice you have to provide the rational treatment for the patient تمام الان in order to do so لازم يكون عندك evidence على الاشي اللي بتعمله اوكي اتمنى انه ان شاء الله تكون المعلومات اللي حكيتها تمام انا رح الان اعمل unmute all اوكي الان تمام اموركم في حد عنده اشي بديو يحكي في حد عنده سؤال اكمل في حد عنده سؤال ما في سؤال تمام لانه يا جماعة اذا في حد عنده سؤال يسألني زي ما حكيت لكم بالمحاضرات هاي الاشياء مهم تفهموها من الان طيب الان حكينا كيف نعمل assessment لالباشن دراج ثيرابي نيدز عند وعطيناكو كيس على هاي الكيس وحليناها ما رح اقدر اعيد حل الكيس فيها تقدر تسمعوها التسجيل المشكلة التسجيل ان شاء الله الصوت منحله مش مشكلة تمام وهاي حل الكيس موجود عندكو اصلا يعني عشك لسلايدات الان انا دائما بهمني هاي النوية لسلايدات بتزيد الفهم عندكم ما رح اجي اقول لك والله في الامتحان مش رح اجيب بهاي طريقة الحفظ رح اجيبها بطريقة الفهم بديك تفهم كل كاتيجوري تابعنا مين تمام طيب هذا التاسك الاول اعطناكو اياه حليتو في حدا حل هذا التاسك ولا احنا حلينا محاضرة عشان يحل التاسك لا بس انا طلبت ما حدا سمع المحاضرة اه طيب منحله سوا هلا احنا اليوم محاضرة تحت ثلاثة خميسة توقع اني انا هذا حليتو لاثنين اربعة بس مش مشكلة منحله ما في مشكلة يعني ما عندها لكنها جاية بتسأل بتها من هاي الجملة ان المريض اصلا بيستخدم لكن بيستخدم خلينا نحكي تمام لكنه مش انف معناته عند المريض تمام يعني هاي لحد الان احنا قاعدين بنعمل خطوة للأسسمنت قاعدين بنعمل الاسسمنت شوف هل فيه بوتنشل دراج ريليتد او ديسيز ريليتد او باشنت فاكتور مش هدا الاشي اللي حكينا ايدنتفاي دراكسيرا ببروبلم فور دابوف باشنت طبعا هذا السؤال مش هاي ستبواني اللي حكيناها بهاي الطريقة فالآن دك تعمل الاسسمنت ونتا بتقرأ في الان معلومة مهمة بيحكي فرام هاي ريكورد يو نو دشي هاي هاي ريكورد ما عندهاش طبعا مع النقاش مع ميسي زال يعني حتى اللي ما اخذ المعلومة من البداية الآن منأكد له انه المريض استخدم هذا حسب رأي المريض عنده ايش تأثير الدواء ضايف المريضة بيحكي والله باخد الدواء هذا الآن ضعيف تأثيره الآن يعني اول شي هل استخدام المريض فيه الوينديكيشن هل المريض بيستخدم الدواء بالشكل الصحيح او لا تمام قبل ما نيجي نعطيه مع انه هذا الدواء يعني ممكن انت يجي عليك الكميونت فارمس تقوله خذها هاي ستنظ خلينا نشوف في مشكلة لهاي الأشياء البسيطة او لا منطقي تمام يعني غامضة عمره تسعة وخمسين عندها أبر ابدوميال دسكمفورت نوزي اوكيجينا وميتين احنا الآن لازم نوقف على الأربع أشياء هون أشياء قاعدين نحكي عن أشياء مهمة بصراح نحكي لكم ليش مهمة هي عبارة عن بصراح نحكي شو سبق بأهميتها شو يعني بيرنشس آنيميا يا فقر دم دكتور اه بعرف بس ايش بتعرفوا لي شو بيرنشس آنيميا في عنا ما يطعب أو بأنيميا فكروا فيها بالنسبة للكيس يعني ليش حكينا بيرنشس آنيميا مش مش سيكل سيل آنيميا منذكرين اللي موجود في في الستمك غاستريك انترنزيك فاكتور غاستريك انترنزيك فاكتور هذا شو بيعمل بيمنع لأيش منها منها الحديد ومنها بيتولف تمام 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 يعني بيريفير بيش انتوها بيرنشس آنيميا ويردير لأكوف غاستريك انترنزيك فاكتور عند هذا المريض طبعا هذا شو بيعمل مع الابزوربشن لكل الاشي اللي حكيتو بس ميل البيتولف اكتر ايش ريبورتت البيتول فهذول المرضى اصلا بيحتاجوا زي ما يموجود في الكاس الهيدروكسيكوبولامين انجكشن الهيدروكسيكوبولامين انجكشن احنا نعطيه اصلا للبيتولف فاللي ما عرف شو يعني بيرنشس آنيميا بيعرف من التريتمنت اللي ما اخذها المريض تمام دائما وابدا انت بتقرأ بالكيس تعمل ربط طب وليش بياخذ هيدروكسيكوبولامين لانه بيتولف معنات البيرنشس آنيميا في عندي اوتو اميون بروبلم الاوتو اميون بروبلم انه في عندي مشكلة انا في الجاستركن تنزق طبعا هون ممكن تكون ايش يا جماعة ممكن تكون سيمبل او ممكن تكون اوتو اميون جاسترايتس او ممكن لا سمح الله تكون جاستركن هذا الفرق بين علم الطب وبين علم الصيدلة علم الطب للأسف علم الصيدلة اللي عنا خلينا احنا نكون واقعين يعني ما بدأ انتقد المريض شوفي عنده عنده بيرنشس آنيميا بياخذ هيدروكسيكوبولامين طب بيرنشس آنيميا من وين يجته هال طب بيرنشس آنيميا شو هي اصلا شو في اشياء ممكن تعمل بيرنشس آنيميا هذا تخصص الطبيب اكتر لكن انا بهمني انتو كفارماسيس انا ما بطلب منكم بالامتحان هاي المعلومات يا جماعة في طلاب يسألوني انا ما بطلب منك من المعلومات انا الان قاعد بحاول اعلمك طريقة للتعامل مع الكاس اللي هي الطريقة المثلة بحيث كل كلمة في الكاس انت تعملها تأويل تعملها يعني اعمادة الممارسة تمام شو بتحكي لكم دكتورة ديمة ولا دكتور فارسة بدرسوك ثرابيتو تتابعوا معا او في الفارماكولوجي الان هاي الاسكلز شوية اللي بعطيكو المفروض تكون ادفانس بعد ما تأخذ الثرابيوتكس فالأبليكيشن فيها بيكون بهاي المرحلة فانا الهدف من هاي المحاضرة يعني انا بدي اضطر احكي بهذه البساطة لانه في طلاب ممكن يضيعوا معي شوية الهدف انه احنا نعمل انا بقول لك انه علشان تحل هاي الكيس لازم تكون عندك هاي المعلومات لكن اوما اجيب لك كيس في الامتحان عشان ما تخاف انا بكون قائل لك ايش المعلومات اللي تحتاجها بقول لك ادرس مثلا ببتكالسر اف وارفرين بس تقدر تحل الكيس بقول لك ايش الاشي اللي تدرس عليه تمام فما بدي تتسيقل بدي الان بس تفتحوا عدمي غدكو نحاول نعمل برينستورمين ونستوعب كيف الهت التعامل مع هاي النوعية من الكيسات فمريض اجه بشغلة بسيطة يا جماعة بده بس هاي سترينث رانيتيدين يوم يجينا حكينا معه طلعنا معلومات كثير كثير صح الان هيدروكسيكوبولامين بيرنشيس آنيميا اذا ما عرفنا شو اسباب بيرنشيس آنيميا منها او اي ادار فاكتورز ممكن ممكن هيا ما نعرف شو قصة المريض طبعا الآن اذا ربطتوا البرنشيس آنيميا ومشاكلها مع البيج سيمتومز اللي جاي فيها المريض ابرز ابدومينال ديس كومفورت نوزيا اوكيجين الووميتينج الديس كومفورت مش مشكلة ممكن تكون لانه اصلا جاي بيأخذ هاي رانيتيدين عشانها صح واجاي يأخذ هاي رانيتيدين ممكن تكون غازيس ممكن تكون غازيس ما بنعرف طبعا ما بصير تفتي من عندك لكن في عندي هون شغلة مهمة مين بيقدر يقول لي عنها الووميتينج دكتور الووميتينج اوكي ممكن اندكيت اه انفكشيات او انفكشيات ممكن تقولها سمح الله كنصر بس فيما ها في شغلة اهم اللي الريس ويت لوس ويت ايوه الريس ويت لوس هون بس بدي منكم شغلة اه تمام تفكيرك منطقي الان اللي حكى الكنصر تفكيره منطقي لكن بدي اطلب منكم شغلة الان احنا منفكر بهذا الاشي منخليه في الباك اوور مايند انه مش انه نحكي للمريض الان ممكن يكون هذا المريض يلعب رياضة او ماشي على دايات او ماشي على اشي بسيط تمام وممكن يكون انه كانصر احنا كفارماسس ليش فكرنا بالكانصر اول اشي لانه اذا في كانصر معناة الرانيتين لانه جايب اعراض هاي الاعراض اللي حكينا عنها بدون من ال نوزيا هاي لاحظوا على كلمة ريسن يعني هذا ريسن معناة شو صاير مع المريض ممكن يجي يقول لك والله انا صار لي بعمل داية اخر فترة والله انا صرت اكثر امشي عملا يعني عمر 59 سنة مش راح تكون عداء بس تعمل تمام هاي احنا منسميها في العلم السريري هاي المريض يحكي لك لازم يجي عندنا في دماغنا كصياد طبعا انا بحكي لك وظيفتك كومنيتي فارماسيس او حتى كهوسميتال فارماسيس لالجي بي المريض بحكي هكي هكي بتحكي معاه بتعمله ريفيرال باخر المحاضرة اليوم نحكي لكم اذا لحقنا شو يعني عملية ريفيرال وكيف ما اتوقع لحق تمام فالان احنا جايين بقضية بسيطة جدا ممكن لا سمح الله المريض يكون عنده ايش احتمال بسيط لكن الاحتمال هذا الشديد اذا بدك تربط هذا يعني خطورته على المريض شديدة او انه المريض استخدم رونيتي دين وانحنا متأقلين انه الجرعة كانت غير كافية وبدو هاي استخدم رونيتي دين معناته مع المريض تمام علشانيك يا جماعة انا دائما بحكي حتى في علم الكميوني الـ الـ اللي هي الـ مش والله اي دواء انت بتيجي بتواخده والله لازم تعطيه لازم تحكي مع المريض هاي هذا المريض للأمانة طبعا احنا كان عنده كانسر والكانسر مين بيقول لي تقريبا ايش هي الكنسر يعني انا اول مرة بحكيها لاني مش هدفي ان اعمل لك للكانسر ولا هذا هدفك صيدلاني بس مين بتوقع شو الـ الكنسر اللي عنده كان ايش مسامع لا فكروا فكروا دائما فكروا دائما في الاشي اللي قدامك الاشي اللي قدامك غاسترك 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 مور ذان جي آي تمام غاسترك مور ذان جي آي لانه العراض اللي جاي مور غازي يص فهذا المريض للجي بي وكان للأمانة المريض عنده غاسترك كانسر طبعاً أنا ما بهمني أنت تيجي تقول لي هذا المريض عنده gastric cancer بس بهمني بس تشوف قضية الweight loss تعرف أنه هذا المريض لازم نعمله referral للدكتور طبعاً أنت كpharmacist إن شاء الله مع الexperience بس تيجي تعرف أنه هذا المريض عنده بيرنشاص أنيميا دائماً في البرنشاص أنيميا الكوزز خاصة إذا كان مريض كبير في العمر بدك تسأله متى صارت معك هاي الأنيميا إذا later on بالدكتور تصير تفكر أنه هل فيه إيش يصار معه؟ من هاي الأشياء الوتوبين غاسترايتس تمام؟ هاي الوتوبين غاسترايتس هاي ريسك أنه تتحول بعدين لإيش؟ لغاستريك كانصر للأسف هذا المريض مزت كان يعني والسبب أنه يعني مزت أنه كان يجي يعني من إحدى الأسباب بدناش إحنا نهول الأمور كثير أنه كان يأخذ رنيتدين فكان under diagnosis لهذا العملية لأنه هو الرنيتدين كان enough والآن جاء يأخذ هاي سترنت رنيتدين وفيه عندنا cancer problem going on عند المريض طيب تماما سعيشي القضية الكانسر وكأنكوا أنتم مش عارفين أنه في عنده كانسر نشوف إيش المشاكل عند هذا المريض شو أول مشكلة لأنه إحنا كصياد حكينا عنها الأنيميا الأنيميا طيب بدي أبلش فيكوا واحد 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 إيمان حكيلي شو المشكلة يا إيمان أول شيء أصلا إحنا حكينا أنه عنده نشوف أميميا أه وحكينا أنه هو أساسا بديه هاي دوز من هذا الرنيتدين معناته هو كان أساسا يأخذ رنيتدين أوكي وحكينا أنه بيأخذ انجيكشن للبيتولد يعني هاي الزات اللي عمنا أساسا طيب ممتاز هسا بنا نفكر واحد واحدة في يوم نذكرين الكاتيجورز اللي حكيت عنها نذكرين الآن نسيسري والهاي الرنيتدين كان نسيسري في هاي الحالة أنيسيسري لأنه هو أساسا أنيسيسري تعرفوا ليش هو نسيسري للسيمتم بس أنيسيسري للسيمتم لا واحد واحدة علي نسيسري فور سيمتمم تمام ونسيسري فور سيمتم بس أنيسيسري أنه المريض مش لازم يأخذ هذا العلاج تمام تمام دكتور بس هو بالأصل كان بيأخذه قبل ما يصير معه أصلا كانسر بالجي آي ما منعرف متى بلش معه هاي من أشياء أصعب الأشياء الآن هذا إحنا شو منسميه هذا كاتيجوري بتكون تنتبهوا عليه اسمه أنسيسري ثيرابي أكتوال أبريفيرل ريكويرد يعني ليش إحنا سميناه أنسيسري ثيرابي لأنه أكتوال أبريفيرل ريكويرد إيش يعني أبريفيرل أب يعني طلعنا لمستوى أعلى أنه هذا المريض الآن ما منناقش بقضية أنه في عنده سيمتم مثل الرانيتدين تمام إحنا مناقش قاعدين بقضية أنه هذا الريفيرل الأولى فهي بيسموه أنسيسري دراج ثيرابي اللي هو الرانيتدين هل هو أكتوال بروبلم ولا بوتنشال أكتوال بروبلم لأنه المريض قاعد يبيأخذه فهي كلمة أكتوال معناها أبريفيرل ريكويرد أبريفيرل منك يعني أب لشخص أعلى في الهيرارك في الطب اللي هو مين الفيزيشن في حد عنده هاي نقطة مش واضحة إحنا الآن بنابلش نحكي بمصطلحات بروفيشنال حكي أنه إحنا عارفين أنه المريض عنده سيمتم وعارفين أنه بيستخدم الرانيتدين للسيمتم لكن هاي الرانيتدين لهذا المريض في هاي الحالات كلها مع بعض اللي حكينا عنها وشرحناها هاي أبريفيرل ليش أبريفيرل السبب مش لأنه عنده سيمتم لأنه هذا الكيس أبريفيرل ريفيرل للهير للفيزيشن الفيزيشن دائما في الهيرارك أعلى من الصيدلاني الهيرارك فيزيشن صيدلاني تمريض هيك هيرارك العملي طبي بشكل عام أو البابلك التي بدك تحكوها تمام الآن من الأشياء اللي احنا حكيناها قبل أنه المريض عنده بيرنشوس أنيمي أنت كفارماسيست هاي بيسموها ديسيز ريليتد فاكتور ديسيز مع الدراج بيرنشوس أنيميا بيأخذ هيدروكسيكوبولامين تمام الهيدروكسيكوبولامين شو بيعمل بزيد الويت ممكن لا ما هو عنده ويتلوس أو مش الهيدروكسيكوبولامين آسف بيرنشوس أنيميا شو بيعمل برضو هون لازم يكون عندنا معلومات عن الأمراض علشان هيك يوم درسناك الباتوفيسيولوجي حكينا لكم بتكونوا تتعبوا شوية في الباتوفيسيولوجي علشان نحن نكون فارماسي استحكي ليش أنت دكتور تشرح لنا معلومات وللعلم في علم فيه واحد اسمه فارماسي فأنا يعني بتكون تتحملوني شوي أنا دائما بضغط أطلاب هاي النواحي في طلاب ما بتحملوا هذا الليش انت كطالب لازم يكون عندك على الأقل أنا ما بيتي تقول لي شو بيصير ما بهمني شي والله بالباتوفيسيولوجي بيصير واحد اثنين ثلاث ما بهمني هذا نونسنس في العلم شو الأوتكم لهذه المعلومات شو الفائدة من هذه المعلومات الفائدة من هذه المعلومات انه بس تسمع كلمة بيرنشاس آنيميا دكتعرف انه هذا الكنديشن شو بيعمل بيعمل هايبو أسيدتي وهذا المريض ممكن يزيد بهاي الحالة ايش عندي الريسك للغاستريك كانصر الهايبو أسيدتي شو سببها بيرنشاس آنيميا اه شو سببها لت الاكسجين دكتور لت الاكسجين نا خلينا ماشي بس خلينا نركز بالإشي اللي حكينا الجاستريك انترنزيك فاكتور ايه شو البرايتل سل يا جماعة بالباسو في السيولوجي المشكلة لعند هذا البريد البرايتل سل البرايتل سل شو بيعمل هي اللي بتعمل مين اللي حكي سوسن سوسن طيب يا سوسن ليش ما حكيتي من أول شو معنا هذا الكلام انه انه غير اوكي وبيزيد احتمالية الكانصر بهذا الخلايا طيب الآن بلشنا نحكي معلومات اعلى مستوها شوي المريض مش جاي عنده غازيس المريض كان عنده قبر يعني قاديم نحكي على السمك ففكر انها غازيس فاستخدم الهي سترنكس روني تي دين اللو سترنث او المدرات ما جاوب معادة وفا جاي دورة هاي سترنث اصلا اليوس روني تي دين في اهل حال تمام اعرفتوا ليش لش انو المريض عنده بيرنيشعس أنيميا بيرنيشعس انيميا حكي عنده عند من قاعد بحكي مين اللو بيعمل ريليز ال برايutt ال البرايط اللو بها مشكلة البرايط اللو هاي اللو بريدوس العاشق ما كانت و kisses أصلاً ما عندهش غاستريك بروبلم أسيديتي أنا بحكي تا يستخدمي مرة نيتدين تمام فممكن في عندي هايبو أسيديتي بصير هاي بيئة مناسبة لتلف الخلايا في المعدة احنا بنعرف انه المعدة بتعيش في الأسيديتي فالبروغريش اللي هذا الاشي بصير في عندي بزيد الرسكو في غاستريك كانصر ما بيهمني تيجي تقول لك يا بصير والله دكتور الباطل في السيريتي بيهمني ما بيهمني هاي المعلومة بيهمك تحكيها لطبيب إذا بدك تتناقش وانت كفارماس ما بهمك انت مش غاستريك إكسبرت انت مش غاسترونترولوجيست تمام بهمك تعرف الآوتكم لهذه المعلومة هايبو أسيديتي بيزيد الرسكو في غاستريك كانصر بالنشط أنيميا المريض بيستخدم أدوية مش مستجيب بدك تعمل فيها الحالة تمام بشرة تمام يا بشرة في عنا اثنين بشرة ما يبدو رد علينا ناسا بشرة فؤاد تمام يا بشرة فؤاد بشرة فؤاد معنا بشرة وليد معنا جماعة لا تسلحوا احكوا اللي مش اللي عنده سؤال يسأل اي احد عنده سؤال يسأل مستعدة اظن مكمل بهاي الكيس واطلب معلومات جديدة هسا تقريبا هذا الحل اللي احنا مبدئيا منفكر فيه في التعاون مع هاي الكيس فاحنا شو عملنا بهاي الكيس عملنا assessment شوفنا شو الpotential او الـ actual drug therapy problem تمام طبعا يوم نيجي نعمل assessment انتوا لاحظتوا unconsciously انتوا عملتوا identify the patient factor العمر 50 تمام عملنا identifying the disease related factor bare infectious anemia والdrug related factor runitidine والهايدروكسيكوبولامين فانت بتعمل sort assessment وانت مش يعني بدون ما تيجي تعمل هالنقاط هذا الاشي اللي بهمني انا يوم تقرأ الكيس تبلش تعمل بالستبس الان يوم بدك تيجي تحل الكيس بدك تكتب بالستبس هاي بس عملية التفكير صورنا نفكر طريقة مبنية على تمام في حدا عنده سؤالي جماعة هل يوجد مش ما احكو واحد احكي دكتور في سؤال الفيتامين بيتويلف هلا هو مو بيومتص مو بالمعدة صاح يعني لش نعطي انجيكشن انت سألت سؤال جوابتي البيتويلف سر وامتصاص في البراية تلسل في القاستر كنتيكفاكتور ميلا عشان هين ليش احنا في الاردن مو بالكولون مو بالكولون وحدة علي شوي قبل ما نوصل على القولون بتم عملية اتصاص البيتول في المعدة قبل القلون في عندي غاستريك فاكتور هذا بيكون مسؤول عنه البرايتل سل تمام؟ هذا غاستريك فاكتور هو اللي بيدخل المعدة على القلون البيتول على القلون أصلا فإحنا مشكلتنا بشكل عام في الميدل إيست ليش معظم المرضى بيستخدم الأورال تابلت بفايتامين بيتولف ويزنطف في كتب ليش؟ بسبب طبيعة أكلنا بسبب في عندنا مشكلة في المعدة في عندنا مشكلة بالغاستريك فاكتور وفي كثير مرضى يعني عملوا عليهم دراسات ووجدوا هذا الاشي أنه فعلا في عنا مشكلة كبيرة مين اللي يقول لي كمان مين من المرضى اللي عنا بيكون في عندهم القاسرك انترنزك فاكتور مش شغال كثير بالأردن وبيتطبق على الدول المجاورة ترى مين اللي حكت هي سوسن ولا مين سوسن سوسن يلا جاوبي أني كان نحك أنه في مشكلة بين منطقة امتصاصه بالكولون المنطقة هاي بتكون كثير صغيري أول ما بينزل الأكل يعني أنا فكرته أنه بيمتص كامتصاص ممكن أنه شي يدفعه من المعدة للكولون عملية الامتصاص بتكون عشان نتم عملية الامتصاص لازم متصصة من المعدة قبل بالجاستريك فاكتور تمام؟ هاي القضية تقرأ عنها يا سوسن مرة ثانية لحالك مش رح نناقش فيها في اشي اهم في أبليكيشن لهذه المعلومة لماذا حكينا هذه المعلومة بانك سألت عنها؟ احنا في عنا مرض هيك كومون طب عشان أوضح لكل مرض البيتول ما بصيرش مع المتفورمن استخدام المتفورمن المتفورمن بيعمل بيعمل هذه أول معلومة ثانية معلومة التي لا نعرفها أصلاً أنه يعتقد أنه مرضى سكري لأنه هناك مرضى كثير سكري لديه ديفيشنس بالبيتول لازم يأخده بيتولف لحظة قليلاً لماذا لازم مرضى سكري حتى لو لم يأخذ المتفورمن طبعاً معظمهم يأخذ المتفورمن لكن المرضى الذي على الإنسولين لديه ديفيشنس بالبيتولف يعني يأكل أدوية غنية بالبيتولف لكن يأخذ الحبوب لكن البيتولف عنده ننزل لأنه يعتقد أنه ديفيشن فيه بارت منه أوتو إميون وإذا ما صار هذا البارت بتايف 1 بتصير بتايف 2 يعني أتليتر إيج ستاجز تمام؟ فهذا الأوتو إميون بارت اللي إحنا قاعدين نحكي عنه فبتصير الخلايا المعدة تهاجم نفسها بتصير في مشكلة عندي في القاسترك انترنزيك فاكتور وبتصير لأتليتر أون ستاجز برعي تلسل تمام؟ هاي اليوم كان موضوع أنا باته في السلج كله بس عشان تعرفوا أنه هاي المواد مهمة مهم أنك توخذ ما يعني هسا بيجي الدكتور معقول لا روح أدرس الباته في السلج مرة ثانية لا طبعا لكن أنت أخذت معلوم اليوم روح يقرأ عنها أكثر منها الباته في السلج يحفظ 20% بس العشرين في المئة لازم تكون أبليك بالإلك تعرف تطبقها اتفقنا؟ هاي سؤال سوسا عطانا معلومات إضافية بهذه المادة مين دي يسأل سؤال ثاني؟ طبعا أنا من إحدى المشاكل اللي كنت أنا بديش أسجل لمحافظة لهذه التسجيل وأعطي كوية وننزلها لأنه مادة الممارسة مادة تفاعلية مادة أدوية بدون وصفها بسجيلها وبعطيها فيها كثير تفاعلية لكن مادة الممارسة مادة تفاعلية عقد ما أنتو بتسألوني أسئلة عقد ما أنتو بتستفيدوا مش أنا يعني الفائد بتزيد لكم فمشان الله يسأله لأن أنا على الأقل بعرف وين المشكلة بتساعدوني في حل المشكلة بتساعدوني في عملية عطاء الامتحان بديش يطلع الامتحان مستوى أعلى أو أقل من عندكم لأنه إذا كان أعلى مشكلة رح أطرأ زيتكم علامات وإذا كان أقل مشكلة تكونوا ما أنتوا استفدتوا فأنا بهمني أنتو كمان تعرف تسألوني أسئلة عشان أنا أعرف اللي أنا شرحته وصلت المعلومة ولا لا تمام في حدا عندك سؤال آه نو ليش ما فكرنا أنه مثلا يعني أنا مثلا أول ما قرأت الكيس هيك خطر لأنه ممكن تكون هاي الأشياء مثلا من الانجيكشن يعني لي ما رحنا لهذا الاتجاه ورحنا شفنا مثلا أنه شو في صايد إفكت للبيتولف لو زاد مثلا على المستوى الطبيعي إله طيب بس بدي أطبط لكم شغلة لأنه أنا بس اللي بيحكي يعطيني اسمه أنا إيه اللي قصد من هاي الأشياء مين اللي حكي إيمان أنا طيب يا إيمان بدي إياك أول شي اللي بيحكي يعطي اسمه لأنه هذا بزيد من الكنفيدنس عندكم وبيزيد من الاسكيلز عندكم هذا لا يعني أنه ما فيش عندكم مش هذا القصد بس إحنا هيك لازم نتعامل خاصة لأنه ما في فيس تو فيس كونترول عشان أعرف مين اللي بيحكي معي أنا شخصيا بعرف بس بدي الكل يعرف وهذا الإشي ممكن يعمل لأنه أنا اللي بيحكي بيبين عندي مين هو اللي بيحكي على العثين بس بدي إياكوا أنتوا كلكوا تشاركوا بدي إياكوا أنتوا تتفاعلوا سؤال زميلتكم مهم يم يجاوب عليه عشان 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 إحنا كفارماسيس في حدا بتجاوب قبل ما أنا أحكي لو ينعاد السؤال دكتور بس السؤال زي تعزمي لكليش إحنا ما فكرنا أنه هذا يكون من هايدروكسي كوبولامين إنجيكشن صار عندها نوزيا كتبي في حدا بدي جاوب أو لا جاوب أنا ممكن بس دائما نحن بناخد السيناريو خلينا نقول أسوأ شوي عشان نتأكد يعني لازم يكون في فارز عشان نتأكد نتأكد نه كل شي تمام يعني تقريبا جوابك سليم إيش معنى هذا الكلام بيحكي زميلكم إنه ممكن يكون هايدروكسي كوبولامين مش كهايدروكسي كوبولامين كدراج ريليتيد بروبلم لكن ما تب يكون مش ممكن إنه إحنا هذا الهايدروكسي كوبولامين عارفينه بيعملش هالأشياء عرفت علي إيمان كيف الآن أنت كفارماسيست أنت كفارماسيست لازم تفكر في الهايدروكسي كوبولامين بس أنا تحملوني ما جبت سيرته في ما ربطته كثير لأني عارف إنه مش هو السبب بس كفارماسيست بدك تعرف بدك تعمل كوصشن إلو آوت يعني لازم تقول طيب ممكن لهايدروكسي كوبولامين يعني تحملوني شوي أنتوا كجينيور فارماسيست إن شاء الله بس تشتغلوا مش عابين كتكونوا جينيور لأن هذا الاشي طبيعي لأنه كنا مرينا بهذه المراحل كنا صرنا كنا جينيور واتطورنا صح الآن أنتم في بداية عملكوا في الصيدلية يجب أن تتعلم علشان تتعلم اللي احنا بنحكي عنه كلينيكال سنس إيش كلينيكال سنس هذا إيش كثير مهم كلينيكال سنس صارت تقول آه لا الأغلب هذا مش الهايدروكسي كوبولامين فبصير لبريوريتي له آخر إشي يا إيمان تمام بس هذا الإشي أنا ما بقول لك أنه الآن لازم تعرفي تشتغلي وهذا لكل الطلاب وصار في عنا بتصير إنتي لحالك بتصير واحد يقول لك لا الهايدروكسي كوبولامين تقول له لا 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 ممكن يكون لك لكن هذا أقل إشي هذا أقل إحتمال في أشياء مهمة أكثر في الكيس بمعنى آخر في أشياء مهمة بعدين باجي على هذا المريض هل عنده من أهم الأشياء يا جماعة أنه أنت بتعمل لا تخوف المريض وقل له عندك سرطان مشكلة يعني مش أنت الشخص المخول في أعطاء هذه المعلومة خلي الطبيب يحكي له إذا الطبيب نفسه بتردد مليون مرة بيعمل مليون يحكي مع أهله وقل له ترى والله إحنا شاكين وهو بيكون متأكد بس قاعد بهيئهم لا استقبال المعلومة في مرضى كثيرة يا جماعة أطفال وكبر انتحروا عرفوا عندهم سرطان في مريض قبل عشر سنوات ذات حاله من شباك في مستشفى الملك عبد الله من الطابق العشر يعني إحنا قاعدين نحكي عن أشياء مهمة جدا أنت بتكون سبب في هذه العملية إذا رحت قلت أنت عندك كانسر أوكي فهيا إحنا أعطيناكم الفارماسيوتيك الكير لهذا الكيس من جميع النواحي الآن نعارف من المحاضرة خلصت في ناس بتقح قح صاهمي لقح عشان ينبهني تضروري تنبهوني يا جماعة ماشي الآن في شغل أنتو بتعرفوا تعلمتوا هذا البرنامج ممتاز هذا البرنامج كتير الآن في فيديو نزله الدكتور أنس أتوقع على اللجنة